المملكة العربية السعودية في ذروة التجاذبات السياسية في المنطقة تتفرد مملكة الحزم المملكة العربية السعودية بمكانتها المرموقة مرتقية بنفسها عما يحاكم حولها من مؤامرات للمحاولات البائسة للنيل من مكانتها أو الثقة الشعبية والعربية بها فقد باتت المملكة الحصن المنيع وسور الرفيع الذي يستند إلى أساس متين من السياسات المتزنة والمواقف الثابتة والقرارات الحازمة للوثوب بالمملكة إلى مراتب رفيعة في مسيرة النماء والازدهار والتطور على مختلف الأصعيدة فالسعودية اليوم هي السعودية الثابتة منذ تأسيسها على مبادئ العروبة والدين والإنسانية متجسدة بحكمة ووعي قياداتها ومواصلتهم لمسيرة العطاء والتطور بكل اقتدار علاوة على ما بنته لنفسها عبر التاريخ من ثقة وهيبة دولية كبيرة ومكانة عالمية ودينية رفيعة جعل منها بلدا محوريا ترتكز عليه ملفات المنطقة برمتها فالسعودية اليوم بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي وثيق تمكنت من تصطير أمجادها في صفحات ناصعة للتاريخ يشهد لها العالم أجمع من خلال مواقفها الراسخة في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومناصرة أشقائها من الدول العربية وخير شاهد على ذلك ما تبذله المملكة من جهود كبيرة وحثيثة في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ولم تقف دولة عربية عبر التاريخ كما وقفت المملكة العربية السعودية الشقيقة مع القضايا العربية والإسلامية فقد كانت هي النصير الأول لقضية الأمة الأولى قضية فلسطين المحتلة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بأفعال مشهودة ومواقف راسخة لا بالرياء السياسي والأبواق الإعلامية والمتاجرة بالقضية وما يحاك للمملكة من مؤامرات متكررة كشف وبكل علانية ما كانت تتستر به دول ومنظمات بغطاء الأخوة والصداقة إلا أن مكانة المملكة ومواقفها دفعت الشارع العربي برجالاته وقياداته إلى الدفاع عن المملكة بدأ كل محاولات الإساءات إليها